حملت عائلة الصحفي توفيق المنصور المختطف لدى ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعو عبد الملك الحوثي مسؤولية حياة نجلها بعد تدهو رحالته الصحية ورفض الميليشيات نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجة وقالت سرات المنصور في بلاغ إن المعلومات المؤكدة تفيد أن حياة ولدنا توفيق في خطر ويحتاج لنقل عاجل إلى المستشفى وهو ما يرفضه الحوثيون منذ أشهر أكدت عائلة المنصور ظهور أعراض أمراض قاتلة على ابنها بسبب التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له مع زملائه وعشارت إلى أن الميليشيات تحرم المختطفين من الغذاء والتعرض للشمس والرعاية الصحية والحصول على الأدوية ترجمة نانسي قنقر